موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي صدى الإبداع كعادة البرنامج نحاول التطرق إلى مجموعة من الأجناس الفكرية ومجموعة من المواضيع الإبداعية والأدبية اليوم فقرة متميزة لأننا سنحاول الوقوف حول فكر التصوف هل ممكن أن يكون التصوف فكرة كونية ليست فقط قرنة على التقافة العربية الإسلامية ولكن مكتوحة ومنفتحة على التقافات العالمية لمناقشة هذا الموضوع سنستضيف جملة من الباحثين في هذا المجال قبل ذلك نبقى مع الدليل في الفقرة الأولى من الصف الجامعي والباحث مصطفى العطار والذي قد يقبلين كتاب الكتابة خارج المساق موضوع الحلقة هل تصوف فكرة كونية بحضور الجامعي والباحث الفلسطة أعزائي المشاهدين لتحقبنا الآن ضيفنا الأول في هذه الأمسية الباحث والجامعي مصطفى العطار لمناقشة كتابه الكتابة خارج النسق نحو تأسيس للتصوف كوني مرحبا بك سيمصطفى العطار لحضورك هذه الحلقة قبل أن تنقش معنا أجواء هذا الكتاب ومداخله أبوا بهذا الكتاب نخليك مع تقديم الإنجاز محمد شوكا مرحبا بك سيمصطفى سعادة بلقائك في هذا البرنامج سيمصطفى العطار من مواليد مدينة العرائش جامعي وباحث يشتغل بالمرقز الجهوي لمهان التربية والتكوين التابع لجهة طانجات أطوال الحسيمة حاصل على الدكتوراه في اللسانيات والتواصل والترجمة صدرت له عدة مقالات متخصصة ودراسات في عدة مجلات محكمة شارك في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية أيضا شارك في عدة كتب جماعية أذكر منها بلغة الخطاب الصوفي الحجاج وتحليل الخطاب من إصداراته لغة التخاطب الحجاجي دراسة في آليات التناظر عند ابن حزم وكتابه اليوم الذي نحن بصدد مناقشته الكتابة خارج النسق نحو تأشيس لتصوف كوني سيمسطاف العطار اسمك الثاني أو كونيتك تحيل على أحد أعمد التصوف خريدة دين العطار نعم كيف يمكن في البداية أن نتحدث عن هذه الكتابة التي اعتبرتها خارج النسق أولا لأن ما النسق الذي كتبت خارجه لكي ندخل إلى فكرة تأسيس لتصوف كوني نعم شكرا سيمحمد سعيد جدا بهذه الاستضافة في هذا البرنامج الرائد الذي يسهم في تحريك المشهد التقافي ببلادنا الكتاب موصوم بهذا العنوان الكتابة خارج النسق نحو تأسيس لتصوف كوني وبالتالي فهو ينطوي على شقين اثنين الشق الأول هو الكتابة خارج النسق والتي هي مدار السؤال الذي انطلقت منه سيمحمد هو سؤال عميق للإشارة ثم الشق الثاني هل هناك إمكانية للتأسيس لتصوف كوني أعود بك إلى السؤال الذي طرحته المتعلق بلماذا الكتاب خارج النسق هل هناك أنساق أخرى اعتيادية نمطية خرجت عنها هذه الأنماط من الكتابة أقول نعم نواة هذا الكتاب والذي يستأثر بمساحة كبيرة هو النفري من خلال كتابه المواقف والمخاطبات عند تتبع المشاغل التي يستدمرها هذا الكتاب أجد بأنه له معجم صوفي يغير به معجمة الصوفية وبالتالي فهو يكتب خارج النسق لأنه لم يكن يكتب من أجل أن تكون له جماعة من المريدين هو يكتب من أجل أن يحقق ذاته ولكنه زاهد في المريدين ثم أنها كتابة خارج النسق لأنها تخرج عن أشراط الكتابة التي فيها نصون وفيها حشيا فيها مقدمات فيها صدور يعني فيها ما نمتدئ به الكتاب وخصوصا في الكتابة العرفانية من مقام الحمد والتبجيل والتعظيم هذه الكتابة كانت خارج عن ما هو متعارف عليه وبالتالي كانت فقط مجرد شذرات أحيانا نجد فيها تقطعا نجد فيها بياضا نجد فيها ما يسمى تضمين دلالي تضمين تركيبي تضمين تداولي وأعتقد بأن هذا فعلا إذن بأن هذه الكتابة تنطوي على خصوصية وتنطوي على استثناء وتختلف عن ما هو سائد في الأنساق الأخرى ثم أن هذه الكتابة حاولت أن أربطها بكتابات أخرى تتصادى مع الكتابة الأم أو مع الكتابة الأصل هي كتابة النفاري في علاقته بسيوران في علاقته بفرناندو قسوة في علاقته بكيركيغارد لا شك أن هناك أسئلة أخرى ربما ستتناسل من هذا السؤال البوري نتطرقها لاحقا نعم الأسئلة أيضا موجودة في الكتابة وهو سؤال الحرف كيف يمكن أن يعجز أن يخبر عن نفسه ومجموعة الأسئلة أيضا مرتبطة بالحب أيضا مرتبطة بالكتابة في حديداتها نريد أن تقربنا من هذه النقطة الموجودة في الكتابة نعم سؤال وجيء لأن الجملة البورية في كتابات النفاري هي كيف يمكن أن يتخلص وأن يتحرر العبد من السوى يعني من الغيرية والسوى أو الغيرية أو الأغيار عند النفاري لا تقتصر فقط على الناس حتى الكتابة في حديداتها والتي عبر عنها بالحرف فالحرف يعجز طبعا لأن النفاري يشهد مقام المجاورة يشهد مقام الضيافة في حضرة المطلق في حضرة الذات الإلهية وبالتالي فهناك واقف وهناك موقف هناك الواقف الذي هو المطلق الله عز وجل ثم هناك الموقف الذي هو النفاري في وقفة في مكان في مقام برزخي وبالتالي هذه الوقفة لا يمكن أن نعبر عنها بالحرف الحرف يعجز لا يمكن أن نعبر عن هذه الوقفة بالكتابة لماذا؟ لأن هذا المقام مقام لدني استأتر به فقط الواقف بنفسه ولا يمكن هذا المقام أن يطأه مثلا الأغيار ومن بين الأغيار الحرف لذلك الكتابة تلاحظون على أن كتابة لا تخضع لتماسك لا تخضع لتضام لأن الكتابة لا يمكن لها أن تعبر عن هذه الوقفة التي هي حالة شعورية فريدة ومجدانية سيمسطفاء العطار التصوف أو فكرة التصوف كما هي سائدة عند العموم لصيقة بالثقافة العربية الإسلامية ولكن هي ليست حكرا على الثقافة العربية الإسلامية بل لها جذور ضاربة في تاريخ ثقافات وأمم وحضارات أخرى الجميل في هذا الكتاب هو أنكم قارنتم بين الفكر الصوفي والوعي الصوفي عند النفري وأن فتحتم على أعلام أخرى في الفلسفة الراهنة ككيرغارد في القرن 19 ولكن سيورون في القرن 20 ترناندو بيسوة في بداية القرن 20 ويمكن أن نضيف أسماء أخرى على هذا المنوى الذي نتطرق للكتابة في معجمها ليس الصوفي ولكن في معجمها الميتافيزيق المنسالخ على الدين كيف يمكن أن نكون سلاغ عندما نتحدث عن سورين كيرغارد في أوبيان أوبيان أو لجورنال يوسيدكتور أو في أعمال أخرى فسورين كيرغارد لا يلسق هذا الفكر التصوفي أو هذا الفكر الميتافيزيقي أو هذا الوعي بالوجدان وبالحياة وهذه التساؤلات الفلسفية العميقة بمسألة دينية رغم أنه ينحدر من عائلة دينية وهذا فرناندو بيسوة كذلك بل هو بعيد كل البعد عن أي تصور دوغماتيكي كذلك السيورون سيلوجيزم دولاميرتوم بقسي ديكموزيشون غير يعني كأعمال اللي غد نتكلمه إلى أي حد يمكن أن يتلاقى فكر النفري أو هذه المنظومة التي تنطلق من وعي وبيئة حاضنة هي التقافة العربية الإسلامية إلى وعي آخر أكثر انفتاحا عالمي كوني وهذا هو جوهر الموضوع اليوم لأن تلعنوان ديالك نحو تأسيس لتصوف كوني إلى أي حد يمكن أن نجد مثلا أن لنيتش تصوفه الخاص مثلا لهايديجر تصوفه الخاص أيضا هو سؤال مشروع لاعتبارات عدة أولا كيف يمكن أن نتحدث عن النفري ذي الخلفية الثقافية الإسلامية وكيف يمكن أن نربطه يعني بتصوف وجودي بتصوف وجودي مؤمن بتصوف أيضا متافيزيقي فنلاحظ أننا لسنا بصددين نمط واحد من التصوف صحيح الصورة النمطية التي تستقر في الأدهان استقرار يقين هو أن التصوف لسيق ومرتبط بالإسلام ولكن عندما بحثت أنا في المواقف والمخاطبات وجدت على أن النفري ينتمي إلى بلاد الرافدين وبلاد الرافدين كما تعلمون فيها تمازج وفيها تراكب وفيها تلوينات يعني دينية عدة ولا شك أن بصمة هذه التلوينات التي تنتمي إلى العقيدة المشرقية أو العقيدة الشرقية نعم هذه البصمة كانت حاضرة بقوة فالشغال مثلا على التنائيات الضدية كانت حاضرة عند النفري عندما يتعلق الأمر مثلا بالرغبة في تحقيق السعادة المطلقة السعادة المطلقة عند النفري بمفهومه الخاص هو المجاورة هو الضيافة في حضرة المطلق ولكن هناك سعادة أخرى خارج سؤال الدين هذه السعادة قد نلتمسها مثلا في الموسيقى قد نلتمسها في الحلم مع بيسوا قد نلتمسها في السعادة الذاتية في الاستبطان الداخلي المهم أن نصل إلى النيرفانا بلغة بودا وبلغة شرقية دعني أعود إلى اللغات أو المعجم اللغوي الذي اشتغلت عنه هذا مثلا ممتد فيه ما هو شرقي والشرقي مختلف مثلا لغة بودا قريبة من شعر الهايكو لغة بيسوا يعني حالمة أكتر وأيضا غارقة في الواقع إلى حد ما هو لغة النفري لها ما لها وإذا ما قرنناها مع لغة سيران أو كيريغارد كيف يمكن للحالة التصوفية في هذه اللغات أو هذه المرجعيات أن تستوعبها دلائل اللغة لأن صراحة أن هناك مشكلة ما يتعلق بالتعبير على الحالة الوجدية الداخلية وإخراجها إلى اللغة وهذا السؤال البؤرية تقاطع مع ما ذكرته أستاذ قبل قليل متعلق بالحرف فالحرف يعجز عن الإحاطة ليس فقط بما كتبه النفري وإنما منطق الكتابة الصوفية منطق له أشراطه الخاصة فالكتابة الصوفية تحتفي بالرموز تحتفي بالغموض تحتفي باللعب على الإلماحات وبالتالي فهي ليست كتابة متروكة للفهم وكما يقول سيوران الكاتب الذي يفهم كاتب يطاله النسيان فهي كتابة متروكة للتأجيل بمعنى آخر أن المعاني التي تتولد عنها هي معاني لا نهائية ولا يمكن أن ندعي بأننا نمسك بخيط المعنى في تعاملنا مع مواقف النفري أيضا عندما نعود إلى الكتابة عند سيوران فتعلمون أن سيوران كان يكتب ليس من أجل كتابة بالعكس هو زهد حتى في الجوائز حياته كانت حياة الزهد الزهد بمعنىه الرمزي ليس بمعنىه التصوفي أيضا بسوله حيوات بأنه كتب بأسماء مستعارة أو استعارة الأسماء التي يعبر على الحالات التي يعيشها طبعا وهذا عندما كان يعبره خصا في كتابه اللا طمأنين الذي ترجمه الأخريس نجد بأنه يتخذ أندادا من الشخصيات التي يخترقها أو التي تعبر عنه فهو يتحدث عن ذاته ولكنه في القضايا الشعرية يخترق له أندادا وفي القضايا النثرية يخترق له أندادا آخرين يعبرون عنه الكتابة هذه ليست كتابة عادية سواء مع سيوران لأنه كان يكتب بنوع من الاختراب الميتافيزيقي والتعبير عن القلق الوجودي لا يمكن أن تصفه تلك اللغة المعتادة لذلك فهو متروك للتكتيف كتابته مكتفة جدا ككتابة المتصوفة هناك تقاطعات لا ندعي بأننا نجيب هنا عن سؤال التصوف الكوني هو فقط مجرد تأسيس لتصوف كوني يعني ضمنيا إلى أي حد يمكن أن نؤسس لتصوف كوني حتى لا ندخل في باب الاعتساف على تصوف البودي في علاقته بالتصوف المسيحي هناك نقد تقاطع في رمزية الكتابة في ما تضمره الكتابة من أبعاد دلالية وهناك أيضا تقاطع على مساوى شكل الكتابة فإذا أخذنا سيوران المياه كلها بلون الغرق هذا كتاب فيه شذرات متفرقة والمتلقي هو الذي يترك له أمر تقريب مسافة التباعد وانزياح بين هذه الشذرات النفة أيضا عندما نقرأ أوقفني وقال لي منذ البداية يعني على غير عادة الكتابة التي توشق بمقدمات أوقفني وقال لي وعندما نقرأ أوقفني وقال لي دائما نجد هذه المتلازمة أوقفني وقال لي أوقفني وقال لي ونجد عنده مخاطبات في الشق الثاني من الكتاب إذن بالنسبة إلينا نحن أن الفريق يتقاطع مع سيوران على مستوى شكل الكتابة المندورة للتشذير والتقطع ويتقاطع معه أيضا في كل واحد يبحث عن مطلقه سيوران وجد مطلقه في الموسيقى وهنا نحيل أيضا على تأثره بنيتش وننسى لأننيتش أيضا كانت له كتابة شذرية وهذه الكتابة موجودة مثلا في أفر الأصنام موجودة أصلا في كتابه هكذا تكلمه ونجد أيضا لمحة كانت الكتابة النيتشية ولكن هذه الكتابة لم تكن حكرا على القرن التاسع عشر أو الثامن عشر ولكن هي كتابة قديمة تحدثتم عن بلاد الرافضين حضارة بابل وصومر كانت في هذه الكتابة بجواره ما كانت هناك التقافة الزغوستخية يعني بكل عمقها الفلسفي والتي كتبت بهذه الطريقة وهناك أيضا اليونان إغاكليت هو ملك الشذراء هو ملك هذه الوقفات ولا هو باع في ما يمكن أن نسميه بين قوسين هذا التصوف ولكن هو بعد وجداني أكثر لمحاكاة ولمخاطبة أدات عبر تجلياتها العمق شكرا نجيب سيل عطرت تكلمتي على المتلقي واليوم كان خاطبه القراء أيضا وفي الكتاب ديالك هناك سفر أو محاولة لإيجاد أجوباني مجموعة من الأسئلة الوجودية أيضا من خلال الكتابة التي اشتغلت عليها بريك تكلمين عليها خصوصا سؤال كيف تتحمل الحياة وهناك نوجد دور الفن دور الموسيقى دور الكتابة أيضا تصور ديال الحياة يعني كيفاش كتوصفه من خلال الشيغال ديالك على الكتابات صحيح نحن الآن نعيش في عالمين موثومين بالشر السائل بلغة سيغموند باومان هناك شر سائل شئ نأم أبينا هناك مآزق للحداثة كثيرة هناك نزوع نحو الفردانية نزوع نحو الأنا وحدية وهذا من شأنه أن يولد نوعا من القلق الوجودي السؤال المطروح الآن كيف يمكن أن نعيد الدات إلى جدة ثوابها كيف يمكن أن نعيد الدات إلى مطلقها فالمطلق عندنا نحن بخلفيتنا الإسلامية هو الله عز وجل في تجلياته والمطلق عند هؤلاء هو مطلق يمكن أن نعتبره مطلقا نسبيا لماذا؟ أن نعتبره مطلقا نسبيا لماذا؟ هناك المطلق الذي هو مغل في إطلاقيته إنصح التعبير مع النفري لأنه عندما يقول بأنني أصل إلى هذه الحالة التي حالت السعادة المطلقة بعدما يتخلص من عالم الأغياء هذا مطلق يعيشه في سفره نحو المطلق أو نحو الدات إلهية ولكن عندما يتعلق الأمر بفرناندو بيسوها عندما يتعلق الأمر مثلا بسيران نعتقد بأن هذا المطلق يتداخل ويتضايف أيضا مع النسبي الاعتبر أن حالة القلق التي يعيشها مثلا سيران هو قلق وجودي وهذه النزعة الفردانية ما المخلص منها؟ ما المخلص من هذا الضلال بين قوسين؟ وليت جاء إلى الموسيقى ألم يقل نيتش أو قبل هوتو بنها نعم الفن يعني هو الخلاص من بؤس الحياة هو يجد مطلقه في الفن ولكن السؤال مطروح دائما في علاقته بالخلفية الإسلامية هل الموسيقى تصل بالإنسان إلى العلاج النهائي؟ أم أن هناك شيئا روحيا نفتقده؟ والموسيقى ممكن أن تكون إيحاء آخر لن تكون موسيقى ولكن ممكن أن تكون موسيقية مثلا الإبداع الأدبي موسيقية الفلسفة موسيقية الشعر موسيقية التغني بالحياة هذه الموسيقية حاضرة في الثقافة العربية الإسلامية رغم التقليد الذي يقول بأن هناك مهاجمة للدين لهذه الأنواع من التعبيرات الفنية ولكن في العمق ليس هناك هجوم على هذه الأمور ولكن هناك رؤية معقدة يجب تفكيكها ويجب تحليلها لكي لا نقع في مثل هذه الإسقاطات مهمة جدا لأن الموسيقى هي جزء من تركيبة العالم نحن نحاول تعميق النقاش حول هل التصوف فكرة كونية مشاهدنا الكرام نمر إلى الفقرة الموالية موسيقى شاهدنا الكرام لتعميق النقاش حول فكرة التصوف أو التصوف كفكرة كونية لتحق بناء الباحث عبد القادر ملوك مرحبا بك معنا سي عبد القادر أنت تشتغل على هذا المجال على مجال التصوف وعلاقته بالفلسفة وعلاقته بالوجدان وعلاقته بالحياة وبالروح البشرية قبل أن تعطينا وجهة نظر لك فضل الموضوع نحن نتعلم مع التقديم من جاسي محمد شوك مرحبا بك سي عبد القادر سعداء سيدار تقضى الحلقة المتميزة من صدى الإبداع التي كما قال سي نجيب سنتحدث من خلالها عن فكرة التصوف باعتباره أو بوصفه فكرة كونية ما الحدود وما أيضا الامتدادات جامعي وباحث في الفلسفة من مواليد وطاة الحاج بإقليم بولمان أستاذ جامعي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية يتملول حاصل على الدكتورة في اللسانيات وأخرى في الفلسفة صاحب الدكتورتين طبعا هي فعلا نادرة هذه العملية أن الإنسان ما يحصل أو ما يجد الوقت الكافي لتعميق بعض المجالات التي يمكن تعميق البحث فيها من إصداراته من طبيعة الحال من تعدد الأخلاق إلى أخلاق التعددية حجاجة الخطاب الأخلاقي نظرية ونماذج تطبيقية أطور نظرية ونماذج تطبيقية من ترجماته أيضا البلاغة والسياسة سلطة الخطاب وخطابك السلطة النار المقدسة وظائفه الديني والسعادة اليائسة مرحبا بك عبدالقادر مرحبا بك يوحي بأن فكرة التصوف متضمنة في سياقه حينما نتحدث عن الكونية هي أفكار عابرة للثقافات وعابرة للديانات وهناك مشترك إنساني كيف يمكن أن ننطلق من هذه الأشياء المشتركة أو الأفكار المشتركة التي تعطينا مدخلا أساسيا لاعتبار تصوف فكرة كونية نعم أولا شكرا مرحبا بك مرحبا بك من إيدي ربما وجهة نظر مختلفة نعم جميل أن ننطلق من الاختلاف والاختلاف هو ما يؤكد إنسانية الإنسان نعم حتى في التصوف أنا أرى أن التصوف في تعريفه هو تجربة تعاش بطريقة فرضية نعم ربما قبل قليل أشار السين ناجيب وأنا كنت في الكواليس إلى أن هناك تلاوين للتصوف ربما كل شعبي ربما كل فرض يعيش صوفيته على طريقته بطريقته الخاصة لكن ربما تم داخل تجعله من هذا التصوف يبسط جناحيه على العالم ويجعله تجربة ربما يمكن أن نحكم عليها بأنها كونية وأنا أرى أن المدخل الأساسي الذي يجعل تصوف في كراكونية هو مدخل الحب أو المحبة يحضروني في هذا السياق القصيد الشهير جداً لابن عربي لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى ديني هداني وقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلاني وديري لرهباني وبيتي لأوتاني وكعب السطائف وألواح طوراتي ومصحف قرآني أدين بدين الحب أن نتوجه سركائبه فالحب ديني وإيماني فهذه القصيدة أعتبرها بمثابة دستور للمتصوفين وهنا أقصد تحديداً التصوف إنسان إنسان لأن هناك عفل المحدة أو الحب إنسان إنسان لأن هناك حب آخر ما نصطلح عليه بالعشق الإلهي الذي ذكره الحلاج في قصيدته الشهيرة أو ذكرته رابعة العدوية كذلك في قصيدته الشهيرة وغيرهم سان تيريس دافيلا، سان أوجستان، مدخي كار، كلهم تطرقون إذن يمكن التصوف من هذا أراه هكذا أراه مسألة فرضية تعاش بطريقة فرضية ربما يأنف المرء من الحياة ربما تبدو له أن لا تعبر ولا تفي بمقصوده بل تفي بمقصود الناس فيلجأ لجوءاً واعياً وليس وجوءاً قرارياً لأن هذا شيء آخر لجوءاً واعياً إن التصوف فربما يجده نفسه في مطلق ما وقد تحدثت هذا قد يكون هذا المطلق إلهاً قد يكون موسيقى قد يكون حلماً طبيعة، شيء آخر لكن قلت أن مدخل أو الجميل حتى في تعريف التصوف يحضروني هنا تعريف توستيري التصوف بالنسبة للإنسان هو من صفى من الكدر من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر واستوى عنده الدهب والمدر والمدر هو الطين اللازيج يستوى عنده الدهب بمعنى الزهد في الحياة أن يجعل الدنيا في يده وليس في قلبه لا يكتري تبيعاً طبيعي والثانية كما قلت من صفى من الكدر هنا تحضر طينة الحب والمحبة أن ابن عربي كان يقول أن الناس عنده سواء والحلاج كان في طوافق عبير يسلمه على الجامعة وابن سبعين يحكى أنه كان يفشي السلام على المسلمين أو المسيحيين وغيرهم كان هناك واعب الإنسانية الإنسان قبل تديوني قبل مراجعي الفكرية أكثر من هذا البستامي وهذا يحضرون للبستامي أنه كان يقول لو أنا في مكنتي أن أفدي كل المذنبين فأدخلوا بدلهم إلى النار هناك إنسانية أكثر من هذا ولكن هناك لأسمحتي أن تتكلم عن هذه التجربة الفردية التي تسترع عليها في التصوف بهذا البعد الكوني ديالها كمدخل أساسي ولكن لا يمكن أن نفصلها على ممتدادها عند الآخر في الحياة بصفة عاملة لأنني أكون أعيشها فردية لكن لكي يخرج مني كسولو كمعاملة فهو يمشي مباشرة للآخر أبيعي ولكن الصوفية هم غرباء الكون الصوفية عاشوا صوفيتهم بمعزل العلمة طبعا ولهذا أدو الثامن أدو الثامن غالي يعرفوا أن الحلاج سجن ثمان سنوات ثم قتل قتلة بشعة لا يمكن أن نعيد ذكرها هنا في هذا البلاطن وبالتالي هؤلاء الناس ضحوا وكما قال قبل الأستاذ مصطفى هو أن الحرف كان يعجز عن التعبير عن مكنوناتهم لذلك كلما تسعت الرؤية ضاقت العبارة كما يقول النفاري لذلك كانوا يلجأون إلى ماذا؟ إلى أن الناس قيمة المتصوف وحياة المتصوف في الابتعاد عن عالم الأغيار لأن عالم الأغيار قد يسبب له الضرر وذلك فعلا ما كان يحصل من تزموت الفقهاء وتعليم يقول مثلا يقول متصوف من نوع آخر في القرن العشرين كارل جوستاف يونج أنا أعتبر ومن كبار المتصوف على مستوى الفكر العالمي والكوني وهو يشاطر ذلك مع أدباء أو روائيون عالميون حال هيرمان هايس الذي كتب على التصوف أو طماطمان مثلا نجد التصوف كثير حاضر عند جويس وحاضر عند كافكا بشكل كاميرا رغم أننا نتحدث عن اللبس يغدوها العباتية ولكن في تلك العباتية هذا هو التعميق المهم أنا أريد أن أعود بكم إلى مسألة أخرى حول التصوف في علاقة سؤال مريم سؤال مهم عندما تكون هناك عزلة المتصوفة غادروا الحياة العادية غادروا المدينة غادروا القرية غادروا الآخرين لأن الإنسان عندما يصل إلى هذه الرؤية التي تضيق فيها العبارة هذا الفكر هذه النورانية هذا النور الذي يدخل إلى قلبه يجعله يريد أن لا ويريد وهذه العزلة ليست ترفض ولكن لا هي ليست ترفض ولكن هي انغماس في تلك التقس الديني وهذا هو المهم ومفهوم التقس الصوفي عندما أخرج من عادات القبيلة والمدينة والحشد وأعيش لوحدي فهذه الوحدة ليست وحدانية ولكنها انعزال من أجل الامتلاء صحيح ما ذكرته أشكر الدكتور عبد القدم لك على إغنائه لهذه الحلقة بخلفيته الفلسفية الموسوية ما شاء الله عليه أيضا مقدم برنامج بأسئلته الحارقة وبثقافته المتدى اسم محمد شويخة الذي عودنا دائما على أن يعني يحفر عميقا في قضايا وفي مشاولة وفي إشكالات الأستاذة أيضا تطرح أسئلتان يعني مهمة خصة في علاقتها بالمجتمع وهذا حتى لا نبقى يعني في برجنا التاليين نعم إذا نحن تحدثنا مثلا عن عن دين الإنسانية وقد أشر إلى ذلك قبل قليل استعد القادر من لك الدين الإنسانية إلى أي حد نحن عندما نتواصل مع الآخر ننظر في وجهه وكأنه وجه لنا يعني لفص فص نبدأ التواجه هذا أن نتعاطف معه تعاطفا وأن نتواصل معه تواصنا رحيما إلى أي حد تحضر هذه الرحمة مقاطعة عالم الناس والانعزال في دائرة مغلقة يعود بنا إلى الوراء من أجل مساءلة أدوار المثقف أو أدوار هذا الذي يعيش أنا وحديته نحن نريد أن يخرج المثقف إلى المجتمع أن يسهم في خلخلة أنصاقه أن يبدأ أن يجيب على الإشكالات الوجودية عندما يتعلق الأمر مثلا ببيسوا وهو موجود في بصل مستقل فرناندو ببيسوا دائما كان عنده جنون الارتياب من الآخر يخاف من الآخر يحسب كل صحة عليه دائما يعيش ما يسمى بالنورستانيا والنورستانيا هو حالة من الهديان حالة من انخفاض الأداء الوظيف للعقل دائما هو في مواجهة مع الآخر إذن إلى أي حد يفلح بسوا في عزلته هي عزلة مرضية عزلة قد تقوده إلى الجنون وقد حاول الانتحار أكثر من مرة شأن سوران إذن عزلته تقوده إلى الجنون نحن نريد أن نتواصل مع الآخر في ظل المواطنة الكونية ولا شك أن السعب القدر ملوك بحكم تخصصه الفلسفي سوف يشير إلى خلفياتها مع هابر ماس ومع الظلم يعني فكرة التصوف في هذا العالم الذي نعيشه يعني حينما نقول العزلة لا نفهم بأنها عزلة تقاس بمفهوم الفردانية في بعدها الرأسمالي الصحيلاكي وفي بعدها إذن الاعتداد بالأنا وفي بعدها أيضا الوتوقي في بعض الأحيان يعني حينما ترقنا إلى فكرة المشترك بين المتصوفة هل نجد مثلا في التصوف المشرقي بصفة عامة في الثقافة الصينية وفي اليابانية في المنطقة العربية وفي الغربة أيضا ما يسعفنا لتلمس يعني أشكال العزلة التي يعيشها المتصوف في القرن الواحد العشرين اليوم نعم مثلا عندما يتعلق الأمر بعقيدة الكارمة أو بعقيدة الأهمسة مثلا بالنسبة للهندوسية الأهمسة بالنسبة لهذا المصطلح إذا أردنا أن نفهم محمولاته الدلالية فهو يحيل على اللاعنف وهنا فعلا هذه العزلة ليس من أجل مقاطعة أو مخاصمة عالم الأغيار ومن أجل أن نفكر في الأجوبة التي يمكن أن تنتشي لنا كما يقال من ثبج هذا العالم الحسي السوداوي فنجد هؤلاء يعني خالطوا الناس وعايشوا الناس وصبروا على أذاهم وأجابوا كما ذكرت إجابات عميقة على الإشكاليات المطروحة في علاقة الفردية بالغيرية هل يمكن الإنسان اليوم أن يعيش بالفعل حالة متصوفة في توحش الرأس المالية وتوحش الاستيلاك اليوم كنا نستطيع أن نجيد هذه الحوات هناك حالة فردية ونحن نلاحظ الآن تنقل أمريكيين وغربيين يفرون من هذا المجتمع الذي حصرنا في زاوية واحدة بتعبيرهم إنه ديمونسيانات هيربرت ماركيوز حصرنا في جانبنا الاستيلاك هناك أمريكيون هناك أوروبيون يغادرون يذهبون إلى الهند يذهبون إلى التبيت وإلى مناظر أخرى يمارسوا روحانيتهم ويذهبون فقط إلى ألافكا غير يصعدون ويعيشون في حقيقين طبعاً الاستعادة التوازن الروحي الذي فعلاً طغت عليه المادية وطغت عليه صنوف الاستهلاك حتى أن الكوجيتو ديكارتي يسخر ويقول أنه من عبارة الآن كنت أقل في شخص لتشخص هى مفاجئة أمليكو تبعاً المب bat أنني خرج بالببيل في مرجان أتعرض من الأسواق الخواء الداخلي هناك خواء روحي هناك الطغية للمادية هذا الأمر هناك أشخاص ودائماً أنا أقول لها الفكرة النخباوي والتصوف النخباوي ولن يمكن أن يشمل الجامعة في مداخلة للنوم تشومسكي في هذه السنوات الأخيرة طرح عليه أحد الصحفيين سؤال في إحدى الجامعات الأمريكية حول مظاهر هذا التفكك الاجتماعي اليوم متحدث عن مفهوم السيلفي الخواء العميق هو مفهوم السيلفي يعني الإنسان يقول للناس انظر إليه فأنا موجود أنا موجود أنا أنا الكتاب إزاقودار وكتاب مهم جداً لباحثة سيكولوجيا نفسية يعني خبرت نفسية الإنسان ودرسوا الترجمة جميلة جداً الدكتور ساعد بن قران طبعاً رصدت فعلاً ملامح الخواء التي يسير فيها الإنسان الحالي دون وعي منه هذا هو الخطير هو غياب الوعي أما إذا حضر الوعي فهناك أفراد فعلاً لديهم وعد بهذه المسألة أنا فقط أعود لمسألة أترى السيمس فأنا مهمة جداً لا نبغي أن نفهم من اعتزال المتصوف للمجتمع لأنه لا يلبي احتياجاته ولا يعيد إليه التوازن المطلوب لا نبغي أن نظر بأنه قطع قطع استقال من المجتمع لكي أجيب كذلك نهائياً لماذا نهائياً؟ لأن الأفكار لها أجنحة تطير لأن إذا عدنا إلى سبينوزر عزلوه في هاميش مدينة أمستردال وصلت أفكاره وصلت أفكاره الناس الذين أثاروا التطور الفرنسية في 789 أفكار دوجا كروسو وفولتاير وغيره وصلت الأفكار الأفكار تصل نحن الآن نناقش الحلاج رغم محاني بنوع عربي البستامي النيفثاري أفكار تصل هناك شخصية بارزة على مستوى الفكر والفلسفة الكونية في مفهومها التصوفي ديوجان عندما غادر المدينة بمصباحه بمصباحه وأخذ يتجول في المدينة ويقول في وضح النهار والناس ينظرون إلى ذلك المصباح المشعل ويقولون هل جنين؟ فقال لهم إنني أبحث على رجل أين هم الرجال أين هم الناس؟ صحيح في وضح النهار لا يجدهم صحيح هذه العزلة لم تكن عزلة لأنه يريد ولكن لملاحظة لمتابعة لكي يرى مثلا نعطيك غير الصورة على هذا اللاعب الذي يتقن ميكانيزمات اللاعب كي يكون ميكانيزمات اللاعب كي يكون ميكانيزمات اللاعب ترجع للورة و تشوف الماتش كامل كيف يلعب منه الفيلسوف الليلوم في مجموعة من الحضارات التي نعيشه والثقافات العالمية هناك وجود كثير لهذا النزوح حول هذا النوع من التصوف هروب من الهمجية من الهمجية أجل رؤيته بصورة أوضح سنجيب في نفس السياق و دائما أحلو على الأستاذ مريم لأن سؤالها تتناسل منه أسئلة أخرى صغرى متعلقة بعلاقة المتصوف أو الفيلسوف أو المثقف عامة بالمجتمع لا يمكن أن ننكر الآن أن العصر الذي نعيش فيه يتضمن بلغة جوان غالطونغ ثلاثة أوجه للقوة ثلاثة أوجه للقوة بمعنى هناك القوة التهديدية هي التي تميز لنا هذا العالم من سمات هذا العالم نزع نحو القوة التهديدية العنف العنف نعم ما معنى القوة التهديدية إعطني ما أريده وإلا وإلا سأسلب منك ما تريده ثم عندنا القوة الثانية أكثر ليونة وأكثر ثلاث طفن هي القوة التبادلية رابح خاسر رابح خاسر المبني على الإشرانج نعني التبادل بمعنى إعطني ما أريده وأنا سأعطيك ما تريده وأيضا هناك نوع من التنازل القوة الثالثة التي تعتبر هي ما نبحث عنه من أجل أن نصل إلى هذا السلام وأن ندبر النزاعات بنوع من الرحمة هي القوة التكاملية القوة التكاملية هي الحلقة المفقودة الآن هل نعيش فعلا نحن هذه القوة التكاملية التي يحضر فيها ما يسميه مارشا روزنبرغ بالتواصل اللاعنيف إذن التواصل اللاعنيف بلغة مارشا روزنبرغ نحتاجه في تدبير هذه الصراعات نحتاجه في محاولة البحث عن الإنسان باعتباره إنساناً ولكن للأسف الشديد ما أذكره في العنوان الفرعي نحو تأسيس لتصوف كوني بمعنى آخر يمكن في عالم من العوالم الممكنة أن نصل إلى هذا التصوف الكون الذي تهيمن فيه الإنسانية كنزعة تنتشر الإنسان من مأساته من معاناةه أما غير بالنسبة لي لكي ندوزل هذه الفكرة الكونية التي تتعلقه بالتصوف الجانب العملي في التصوف بالفعل نحن نشاهد اليوم على كتابات كثيرة جداً في الفلسفة رجال الدين أيضاً من مختلف الديانات يتحدثون عن غياب الوازع الأخلاقي لدى الإنسان اليوم وتأثيره البشع الذي قادنا إلى العنف والخوف الذي يهددنا جراء انتشار الأسلحة الفتاكة بالإنسان هل يمكن للتصوف أن يقوم بهذا الدور المهم في حياة الإنسان ويعيدنا إلى الأخلاق بمعناها العملي؟ لا تحدثتهم عن الأسرة هل الأسرة بيحديها توربي اليوم؟ لا يمكن هناك مجتمع الأقرار هناك وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة 24 ساعة إلى 24 ساعة إذن أصبحت الأسرة هي ربما الحلقة الأضعف في مصار التربية الآن هذا إذا افترضنا أن الأسرة تحتضن دائماً في إطار التصوف التصوف أنا أراه انتشال الفرد وينتشل نفسه من المجتمع لا أرى أن التصوف يمكن أن يؤثر إلا في شردمة الأتباع إلا في شردمة المريدين هذا ما عيناه مع ابن سبعين في سبتمة الآن ورهلته مع مريده هذا ما عيناه مع ابن عربي كذلك في الأندلس في إشبيلية وغيرها وعيناه بمعنى أن الصوف يبحث عن خلاصه الفردي قد يكون التأثير ولكنه بطريقة مباشرة على مريده وغير مباشرة من خلال الأفكار التي تنتشر وكذا في المجتمع شكراً شكراً سعب قادر ملوك خليك معنا ما زال سنحاول نقش وعلاقة التصوف وبالإبداع وبالفنون شكراً مرة أخرى لدكسور مصطفى العطار لحضورك معنا ومناقشة هذا الكتاب المهم جداً الكتابة خارج النصق نحو تأسيس لتصوف كوني مشاهدنا الكرام نمر إلى الفقرة الفنية مشاهدنا الكرام لكي ننقل الحديث حول إمكانية التصوف كثكرة كونية وربطي بالإبداع والفنون نصطبي في ضيفنا الثالث في هذه الأمسية الفنان التشكيلي والصديق نور الدين شاطير مرحبا بك نور الدين شكراً شكراً منذ مدة ونحن نريد استضافتك في هذا البرنامج من الأسماء المتميزة على مستوى الفنون التشكيلية المغربية وهو للتصوف والمستيك ولهذا البعد الوجداني حضور كبير داخل أعمال ذلك وأنت تشتغل على الحرف تشتغل على الكتابة تشتغل على الجملة وتشتغل كذلك على مجموعة من الرموز التي يمكن أن نعطيها تأويلات وتفسيرات تصب في هذا المجال قبل ذلك وقبل مناقشة مشوارك الفني نبقى مع هذا التقديم لإجاز مريم خليل نعم نجيب من موليد مراكوش خريج المركز جيهوي لمهن التربي والتكوين شعبات الفنون التشكيلية سنة 1993 حصل على سنة 1988 على جائزة لت للفنون التشكيلية شاعرية كبيرة في أعماله الفنية من خلال حضور الحرف العربي بجمالية بصرية وبحضور كذلك الفن الغرافيكي يشارك في مجموعة من المعارض الدولية الشهيرة بالمغرب وخارج المغرب حزا على جائزة سالو مغو كافونيغ من تنظيم صندوق الإداع والتدبير بمناسبة خمسينيات استقلال المغرب سينور الدين مرحبا بك شكرا على السلافة كتشتغل على الحرف العربي بعيدا عن الدلالة اللغوية وتبعتي معنا النقاش في الكواليس السلع الطار كيتكلم على الحرف الذي يعجز عن التعبير نتبه في الأعمال لك في اللواحات لك كيف الحرف يستطيع الحرف كيف يستطيع التحسن به ووصله للمتلقي عرف حقا كانت البداية بإيمان بالخط العربي نعم ثم مع الاشتغال والتجربة التي اكتسبتها في الميدان الأعمال هذه بقى تتعر حول محور الحرف العربي بعيدات على الجملة وعيدات على الكلمة لأن ما أجدوه في الحرف العربي من دلالات صوفية واشتكل ديه والرسم ديه الحرف على مستوى المنين يمكننا نشاركوه مع الآخر لما تقراش اللغة العربية وربما هذه الجمالية الحرف تيمكن لها تيروه من هذا الجاني الاشتغال واعتمام الحرف عن طريق تكرارة الحرف أو لقلب ديه الحرف أو لعب على العكس دعاكس هناك إيقاعات هناك هندسة داخلية فضل سمح نفوت غير تحدث على سنواردين خاصة أن الحرف العربي له ميزة على الحرف اللاتيني أو الحرف الصيني رغم أنهم كلهم تعملون اليوم في مجال تشكيل ربما أن الحرف العربي نجد فيه هذا الامتداد هذا الالتوى المنعرجات النصف الدائري الدائري التي تحيل إلى شكل الإنسان إلى تفاعله إلى بعض الأشكال الموجودة في الحياة كيف يمكن صراحة أن نتحدث عن هذا البعد الحرف في حلقة تبدأ شكي يحس الإنسان يمكن أن نقوله الوجودي ولكنه بمعنى الخفيف للكلمة وليس بمعنى التقييم في الأبجة العربية هناك حروف جميلة وهناك حروف أجمل مثلا ترتاح بعض الحروف حال الحرف الأليف تبرم الحروف الشامخة الحروف الجميلة الراقية وكيف تكون الحروف أقل مثلا تصنيفك الحروف مثلا حال الحرف الدل لا أشتغل حرف الدل لا 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 رغم أنه لكن أن تكون له دلالة دلالة تكون الشكل الحرف الأليف البساطة هناك شموخ شموخ وقوة وجمالية ورقي تنحص بالرقي هناك صعود هناك تصاعد من الأدنى إلى الأعلى هناك سمو هدف حدثها تصوف حلول لاهوت في الناس أو طلوع الناس إلى أن يرقى إلى درجة لاهوت نعم هناك تكلم عن تجربة الفردية التي تكلمتها نعم الفرد في لوحات مواعية ولهذا لا تجد تشابها بين الفنانين في ألواحيهم وهي تعبير قد يشاطر نسي نور الدين الرأي تكاد تكون اللواحات الفنية بمثابة بصمة خاصة متفردة إذن هي تحمل مشاعر ووجدان الفنان وبالتالي هي تنطوي على روحانية معينة أنا في قضية الحروف بعض الحروف في كتابتها أسميها الكتابة الباردة لا تعكسوا شيء لا تحركوا فينا أي حركة هي كتابة وانتهى وكفى نقطة لكن هناك كتابة أخرى تحس بأنها تخاطب فيك شيئا ما أنها تستضعفك مشاعر معينة وكتعبر على اليابديك واو إذن هناك روحانية شئناء أم أبينا هناك وجدان مشاعر تحميلها الكتابة ولهذا نسمي الفنان فنانا لأنه يلمسنا 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 نور الدين الجميل عن نور الدين شاطر هو رجوع اشتغلت على الأعمال نور الدين هو رجوع العمل الإبداع الحرف إلى الفترات ضاربة في التاريخ وكأننا نخرج من الكهف ونريد أن نرسم لأول مرة حرفا ما أو علامة ما ما يسمى بالبيكتوغرام ما يسمى بالبيكتوغراف ما يسمى بالبيتخوغليف هذه الأمور وكأننا نتحدث عن هيغوريلافيات هيغوغليف القديمة وهذا البالامبسيس اللي حضر عنده كبصمة ممكن أن تنتعي مع التاريخ وهو له تقنية وهو أنه يرسم وبعد ذلك يمحي هناك أثر للزمن وهذا الإنمحاء في حد ذاته يخرج الحرف يعطيه أكثر قوة إلى أي حد حضر عندك هذا الاشتغال ليس لتبسيط الرؤية ولكن تجريد تجريد الحرف من دوره الأول كحرف ليصبح علامة فنية من البارد إلى الساخن هناك إشارة وكلمة التي تعجبني بثاف كيف يسمي ابن عربي لوفيد الفرنسية يسمي المحو 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 شيء جميل هذه التوحية منها نستغل لتصعف مجموعة الأعمال كيف قال لأخ نجيب بطريقة يمحاء بعض الحروف ومنها في هذه التطريقة لنحاول أن نحي بعض الأشياء التي تكون أقل جمالية وتنخلي أشياء التي يمكنها نعبر بها ويمكنها المتلقين يدي لها قراءة التي تقدر تقول لي شيء مسبلي هو الأعمال كل واحد يمكن يدي قراءة هذا هو الجميل يستغل تتكلم على المتلقي ونحن نتكلم على الحرف العربي الذي يحضر في مجموعة أعمالك الفنية إلى أي حد المتلقي يلمس هذا ما الذي تتكلم عنه تمحي الذي لا يوجد جمالية كبيرة ويجعله يعطي معنى ويخلق علاقة مع الحرف التي تعمل عليه لن تستطيع علاقة مغيرة وغالبا تكون علاقة مغيرة تماما المتلقي أنواع المتلقي العادي العام الذي يحاول دائما يقرأ ما الذي يقرأ يقرأ هذا يقلب على ما هو ذلك الحرف هذا ليس للقراءة هذا للمشاهدة الحرف يجب أن يتشار لأنه لون التركيب ومواد التقنية عاد المتوقع الثاني الذي يكون الناس يحاول قراءة شخصية وهذه القراءة دائما تأتي إحاءة أخرى لتدفع أعمال أخرى من البعض دائما تنسف من هذه القراءة المتلقين خصوصا لتكون في معريض فرضي ونطلقها بعد المتلق من الأشخاص في الصراحة يعطيوني أفكار ملهمة وطرق أخرى للتعبير سيا أبدالقادر ملوك لا ترامعي في الأعمال في الفنون التشكيلية ونحن نتحدث عن الحرف العربي ألا ترامعي ونتمدرك لتجليات الفلسفية لتجليات الفلسفية داخل الفنون التشكيلية من لون من تركيب من نور من ظلام من سواد من إحاءات هناك اليوم هناك العديد من الأسماء المغربية التي تشتغل على الحرف تشتغل على الكلمات تشتغل على النص هناك من يريد أن يقرأ النص ويجد هناك نصوص مكتوبة فعلا ولكن ذلك المعنى ليس هو المهم ولكن ما خلف النص هو المهم أو ربما هو إحاءة أولية وعليك أن تدخل وأن تفتح أبوابا متعددة ألا ترى أن هناك اشتغال اليوم مثلا في الأعمال لأن نرضينا شاطر هو على أن يخرج الحرف من عربيته ليصبح رمزا عالميا هذه هي الكونية أيضا على مستوى التعبير الفنين صحي هذه رسالة الفنان حين يبدع سواء لوحاتا أو أي شكل فني معين فهو رسالته لا يريدها أن تبقى حبيثة الطابع المحلي يريد أن يسمع صوته ويبرز فناه إلى العالم يجمع أستحضر هنا عبارة إذا تخلني الذكرة لإدجار موران يقول فيها لا 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 تحصل الان لسيانس يوجد اذا يوجد الان يوجد في الان نفس فلالغ لسيانس السؤال هنا لنضكر على أن لوحات تصبح حمالة دلالات والتأويلات مفتوحة على التأويل هذا يعيد إلى سؤال كنتي معرف كريتك من فاكيد الجيجي نقص جيجي نقص النقد ملكات الحكم وهو أهلي الفن ذاتي الموضوعي إذا كنا نتحدث عن الكونية فكانت يراه أنه ذاتي وفي نفس الوقت مموضوعي ذاتي من حيث أنه يخرج من خلال بصمة الفنان في حدي ذاته ولكن كيف يمكنه أن يتخذ طابع الموضوعية؟ هنا ستحضر عبارة أخرى الفن ليس تصويرا لشيء جميل ولكنه تصوير جميل لشيء هذا كالتصوير الجميل يجعل الفنان في لوحته عناصر معينة تستهوي وتتير الأغلب ولذلك نتضوق قصائد الحانة لبيت هوفن وموزار وكذا ونتفق عليه أين عام يتنقصون التربية الضوقية والفنية؟ ولكن هناك عناصر معينة تجعلنا نجمع على أننا أمامنا تخلق الجمال وتخلق فضل العناصر السناجيف وأنا نبيل العناصر الأساسية في لواحة سينوردين هي النقطة تشتغلوا كثيرا عن النقطة وفي بعض الأحيان تهربها من الحرف أو تجعلها من فريدة وأيضا في التصوف أن فكرة النقطة أساسية جدا في الفكر المتسوير فكرة التنقيط أو النقطة التي نخرجها من هذا الفكر اللي قال هي إخراج دلالة الحرف في اللغة العربية وتسيجها وتشكيل به يعني أن يصبح الحرف أو النقطة مدخلا تشكيليا هل هي فكرة اليوم يعني تدخل في كثير توجهات المعاصرة للفن تشكيل أو لأنها تبقى دائما ما يشدها إلى الفكر الكلاسيكي يعني أن تقول النقطة هي القصبة هي كذا هي واحد معيار معين تتكون عندي نقطة تتكون عندي نقطة تتكون عن المحور ديالتركيب كلها بمعنى أني أستعمل الحرف كأساسي في هذا الموقع تتكون عندي المركز ديالتقل ديال هذا التعبير أو هذا التركيب اللي يجب أن نشتغل به على الحرف وفيصل وقتا تعمد بعيدا على موقع ديالة فوصل الحرف لكي لا تكون هذه القراءة مباشرة نخليه المطلقين يقلب على القراءة التي تتكون فأن النقطة في حدثها ليست نهاية وليست بداية الجميل في الأعمال ديال نوردين هو الهروب من الوضوح ليس من أجل الغموض ولكن من أجل توسيع النظر من أجل الرؤية وعندما تتسع هذه الرؤية أين يتجلى ضيق العبارة هو في الألوان ولكن اليوم هناك الألوان عندك تختلف عن الألوان عند مبدعين آخرين الذين يشتغلون عن الحرف أو يشتغلون عن الجميع نقول فارحة نجيب فارحة وبحالك تزيد تأكد القوة ديال الحرف يعني يألوان وتشتغل على اللوحات كبيرة جدا وهذا عندما يكون اللوحة كبيرة بحرف كبيرة جدا وهذا عندما يكون اللوحة كبيرة جدا نعم 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 بطريقة تشتغل بطريقة تشتغل بصبعة لأن أغلبية الإخوان تشتغلوا على الحرف العربي أو الخط العربي يشتغلون بالحبر بالحبر نعم 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 والنقطة المسبالية هي المأهوى والدار المسكن لديها كجاة في فصل اللوحة والكجاة في اللوحة وبعدها تتجيل التفرعات سحب تقدر أن ترجع لنا إلى هذه القادية النقطة والوحدة والتحدود ونقدرون أن نقرروا بعض الأعمال الفنية أو أنها مشترك بين الفن والتصويف لأن تتحدث على الوحدة وعلى الانسجام وعلى أيضا الدوبان في حين أن نرى العمل الفني يجب أن يشتغل على جزئات ولكن من أجل أن يوحد من أجل خلق الانسجام يمكن أن نقوم بإسقاط ربما أن هذا الإسقاط قد يكون متعسفا ولكن بالنسبة للتصويف فيما يتعلق بوحدات الوجود وحدات الوجود هناك تمييز بسيط لكنه بدلالة عميقة بين اشتغال الفيلسوف واشتغال المتصوير الفيلسوف يؤسس لنظريات وحدات الوجود يبحث عنها كنظرية في الكون إذن هاجسه نظري بينما المتصوير ينطلق منها كموعطة موجود سلافا ويعيشها كتجربة وجدارية إذن ولا يبحثوا عن وحدات الوجود بقدر ما يعيشها وحدة الوجود شيء كما تحدث عنها بلو عربي وغيره ولكن هناك الحلول التعبير الحلاج وغيره إذن كان هذا البحث عن وحدة الوجود أو أن الوجود في تجليه اللهوتي وفي تجليه الناسوتي يصبح وحدة واحدة ويصبح التعبير يمكن أن تتعليه في الانسجام الذي تبديه اللوحة الفنية في مختلف عناصرها أن العناصر التي يشتغلوا عليها في بداية لوحة الفنية هي عناصر ذات فرادة عناصر جزئية تتحدث بضمير المتكلم لكنها حين تكتامل وفق الرؤية التي يضعها خلفي هناك هدف ستتوحد جميع تلك العناصر لتدفع لدينا لوحة متناغمة متناثرة أنتو ولكن ما نسميه لغة الفلسفة التنوع داخل الوحدة أو الوحدة من خلال التنوع شكرا عبد قادر ملوك شكرا مرة أخرى لنور الدين الشاطر أظن أن هناك أعمال وأن هناك معارض أنت تعرض باستمرار لك إقامة في النية لك إقامة في النية ما سألناش الوقت باش نتكلم على المشوار ديالك المهم ربما نصطدفك في حلقات مقبلة عندما تتخطى هاجس الحرف وتعطينا حروفا أخرى ربما لا توجد الآن ولكن ممكن أن نجدها في المستقبل مشاهدين الكرام نمر إلى الفقرة إلى فقرة الإصدارات نعم نجيب ونقترح على القراءة اليوم رواية ليلو تنجا لمحمد سعيد حجيوج كذلك كتاب سأغرض لاحقا ديوان شعري لمحمد الغافي ومجموعة قصصية تقاسيم الحياة ليسير المنفلوبي محمد سلام شكري يكتب كتابا حول علم الاجتماع بالمغرب علامات وقضايا ضمن منشورات مقاربات النحلة النصرية في الرحلة المصرية سفر من الشام إلى مصر مصطفى البكري الصديقي حقق وقدم لها الدكتور محمد فتح الأعصر نجيب يبتسم لأن العنوان مغري صراحة جميع وقد سافرنا في هذه الحلقة سفرا روحانيا متعددا مع ضيوفنا استفتاء أفضل مئة فيلم للمرأة في تاريخ السينما العربية إشراف الناقد المتميز كمال رمزي وإعداد الأقدس ناهد صلاح ضمن منشورات ميرجان أسوان الدولي لميرجان المرأة صراحة أن هذا الكتاب قيم جدا لأنه يقربنا من مختلف صور للمرأة داخل السينما العربية قراءة ماتعة شكرا أنت محمد شكرا مريم شكرا لضيوفنا الكرام وإغناء النقاش حول هذا الصفر الجميل في التصوف في الفلسفة وفي حب الحياة كانت كلمة مهمة في بداية هذه الحلقة هي كلمة الحب كجامعة للبشر للتلاقي مع الآخر شكرا للفنون التشكيلية التي تعطينا كذلك هذا النور وهذا الحب شكرا لطاقم برنامس هذا الإبداع شكرا مرة أخرى لجمهورنا الكبير على قناة الأولى لنا موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا